المسلم لابد أن يتحلى بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يقل خيرا أو يصمت لا ينقل الكلام لا تذكر أخاك بما يكره لا تكذب لا تلعن لا تشب الريح لا تشب الأيام لا تشب الزمن لا تتكلم بالكلام البذيء لا تذكر عورات الناس لا تتكذب المسلم من سلم الناس من لسانه ويده لا تشب الأسلام لا تشب الأسلام يأتي بس سلاة الجماعة على الرجال الصلوات المفروضة الخمس نحافظ على الصلوات أذكار الصباح والمساء ورد يومي من القرآن أذكار النوم دخول المنزل والخروج منه أداب وأذكار الطعام نتعلم ونعمل والله أعلم